تويج فريق كرة اليد بناد الزمالك بلقب افريقيا للاندية ابطال الكؤوس على حساب غريمه التقليدي الاهلي في المباراة النهائية التي اقيمت على صالة الاخير ووسط انصاره ونجح كوماندوز اليد في عناق اللقب الافريقي عن جدارة واستحقاق من قلب الجزيرة بعد حسم المباراة النهائية امام الاهلي بنتيجة 26 مقابل 25 وحقق الزمالك التقدم في الشوط الاول بنتيجة 15 مقابل 11 قبل ان ينجح كوماندوز في المحافظة على التقدم حتى نهاية المباراة ومن ثم عناق الامير السمراء وقاد المخضرم احمد الاحمر زملائه من نجوم فريق كرة اليد لعزف سنفونية خالدة على صالة الاهلي وتحقيق اللقب الافريقي بامتياز وسط تألق كبير لكل من ثلاثي حراسة المرمى كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وكذلك باقي نجوم وعناصر الفريق محمد رمضان هتلر واكرم يسري وحسن الداح ولوكا ومودي وحازم ممدوح ومصطفى بشير وحماسة وعمر الفولي ومحمد مجدي وعلي هشام مصر وأحمد مؤمن صفى دودو وعمر الوكيل بكار وخالد وليد وشادي خليل وبقيادة فنية مميزة لأحمد رمضان هتلر المدير الفني وحماد عبد الباري مدير الجهاز وجنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة ناد الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصلاة ثمار جهده المبذول على مدار الموسم بتتويج جديد لكرة الصلاة بالقلعة البيضاء وبمذاق خاص على حساب الغريم التقليدي على ملعبه ووسط أنصاره كوماندوز اليد رجال بجد وأبطال فوق العادة